اكتشف علماء الأثار في فيرو مومياء غريبة مكبلة بالكامل بالحبال في مقبرة تحت الأرض عثر عليها مجموعة من الباحثين عثروا على تلك المومياء الغريبة في منطقة كاجاما كويلة التي تبعد عن العاصمة الليمة بضعة كيلومترات ولكنهم لم يحددوا جنسها جنس المومياء ويعتقدون أن عمرها بين 800 عام إلى 1200 عام وتنتمي إلى حضارة سبقت حضارة الإنكا وتكمن السمى الرئيسية لهذه المومياء في أن جميع مناطق جسمها مربوطة بالحبال وأن يديها تغطي وجهها في منظر مرعب يعكس شدة هول لحظة الموت في وقتها قبل 800 عام أو ربما 1200 عام إنه ممياء في ممياء يرتبط هذا الوضع الغريب للمومياء على الأرجح بطقوس جنائزية معينة وإن هذا الإنسان عاش في جبال الإنديس قبل 200 إلى 600 عام من ظهور الإنكا ويشير علماء الأثر أيضا إلى أنه بالإضافة إلى أن المومياء عثروا عليها في المقبرة أيضا عثروا على أدوات عمل حجرية وأوان خزفية فيها أثر ومواد نباتية وكانت هناك تعليقات كثيرة حول قصة المومياء المقيدة المرعبة واخترنا لكم بعضا منها والبداية مع وردة البنفسج علقت وردة البنفسج قائلة هذه جثة إنسان مقتول قتل وليس مومياء وواضح من الحبال أنه الوضع والوضع أيضا عمره فترة لا تتراوح سنين قليلة جريمة قتل هذه كما تقول تعليق آخر من غرام حبال ذيك الحقبة الزمنية كانت من الأشجار وصوف الأغنام ولم تكن بهذه الدقة والشكل والتناسق الحبل هذا حبل شغل مع ملش احتمال يكون شخص قيد واحدة من فترة ودفنها بالموقع والتقييم إجا للموقع ونسبوه للجثة تعليق آخر من أم عبد الرحمن يا الله يا على الرعب اللي مرت به ربي أمني خوفي أمني خوفي أنا وأطفالي وأخوتي وزوجي وأحبتي وجميع المسلمين تعليق من بول حياة كيف مومياء هي مقيدة ولم تحنط ولم توضع في تابوت يقصف عمركم وهذه جريمة قتل ليست ببعيدة تعليق من دعاء أقصى هذه مش مومياء عمرها 800 سنة من المستحيلات السبع أصابع الإيدي زي ما هم شكل الحبل وطريقة ربطها وحاطينها في شوال ثم ربطت على ما أظن إمرأة وهذا واحد دفنها حية من طريقة اللي قاعدت بها المسكينة اشتركوا في القناة